أين تحصل كل مترشح حسب العد التنازلي على ما يلي أولاً المترشح الحر السيد تبون عبد المجيد قد تحصل على 5.329.253 صوت ما يمثل نسبة 94.65% الثاني المترشح الثاني السيد حساني الشريف عبد العالي عن حزب حراكة مجتمع السلم قد تحصل على 178.797 صوت ما يمثل نسبة 3.17% ثالثاً المترشح الثالث السيد أوشيش يوسف عن حزب جبهة القوى الاشتراكية قد تحصل على 122.146 صوت ما يمثل نسبة 2.16% عبر الموقع الرسمي بالسلطة المستقلة كما نرى أمامنا مشارطة البحرية الروسية يقبضون على فتيات من أوكرانيا يعني أوكرانيا بتجند الفتيات في مقاطعة كورس ونسمع ماذا قالوا لهم مترجم الفيديو مترجم بس أنا هقولها يقولوا هي علشان في ناس ما بتقدرش ترى الترجمة بيقول لها اسم كيبت والاسم فلانة كان باسورد الموبايل ده قالت لهم الباسورد زي ما انتم شايفين كذا كذا وبدأوا يفتحوا الباسورد لو في حاجات كده يعني فقالت لهم لا تعبسوا بخصوصياتي وهم كمان داروا يعني الصور والحاجات اللي داخل الباسورد قالت لهم أنا كنت بتعمل إيه قالت كنت بصور ما يقوم بإرقالنا في كورس ويعني قالوا لها اتدربتي على يد مين قالت لهم اتدربت على يد أجانب منين الأجانب دولا من جورجيا وهات الباسورد 1472 وخضعت لتدريب على أجانب في ميدان بابور وقالوا لها أمنين الأجانب بالتحديدة تلهم من جورجيا وانظروا يعني طبعا هم داروا ما يحدث في الموبايل علشان برضي الخصوصية وكده وزي ما انتم شايفين يعني القبض على فتيات وأيضا القبض على جنود أوكرانيين طيب هنشوف في فيديو أيضا كيف يتم تجنيد الجنود الأوكرانيين زي ما انتم شايفين واحد وقفه قدام بيته ودخل واحد يضربه كده وجاء واحد تاني هو هيساعده والراجل ماسك في الحديدة مش عايز يطلع من بيته لكن هانتزعوه بالقوة زي ما انتم شايفين وبالضرب ويخدوه على الجبهة طيب هل هو بعد ما يروح الجبهة بهذه الطريقة هل يقاتل مهما بيصدعوا يستسلموا للجيش الروسي لهذه الأسباب زي ما انتم شايفين يتم القبض على الأوكرانيين بالقوة كما نرى امامنا في الفيديو والصور طيب ايه اللي حصل في منطقة كورس وهنسمع كمان اه وقع كمان رئيس اه ايضا نسمع من الرئيس بوتين ماذا حدث في كورس وهنسمع ماذا حدث ايضا في أوكراني جعلنا نتوتر وننقل القوات من منطقة إلى أخرى ونوقف تقدمنا بالاتجاهات الأساسية وهي منطقة الدنباس والتي تعتبر من أوائل أهدافنا تحريرها ولكن ما الذي النتائج لم يحصل على أية نتيجة العدو والآن لقد استقر الوضع في منطقة الحدودية وبدأنا بإخراج العدو من هناك والمهم هو أيضا لم يتم أي عمليات تعيق تقدمنا وعلى العكس فإن بنقل القوات إلى المناطق الحدودية لنا فإن العدو كان قد أضعف قواته في المناطق الرئيسية وقواتنا كانت قد سرعت عملية التقدم ولم يكن هناك منذ فترة طويلة من هذا التقدم وفي الأمس تم سيطرة على مثل سبعة بثلاث كيلومتر في منطقة أساسية في منطقة باكروفسكا وأيضا يجري التقدم وليس لمئات الأمتار وإنما للكيلومترات المربعة يوميا والنقطة الثانية والتي تعتبر ذات أهمية أيضا بأن العدو يخسر أو لديه خسائر كبيرة ووزارة الدفاع تقدم هذه المعلومات وأرى أنها موضوعية وهي تؤكد من مصادر مختلفة بعد أن سمعنا إلى الرئيس الروسي وكان يتكلم باللغة العربية وليس محتاج ترجمة مدبلغ باللغة العربية الوضع في كورس الجيش الروسي يتخذ وضعية دفاعية أي محاولة توسيع أوكرانية يتم القضاء عليها على القوات الأوكرانية المهاجمة بلا رحمة على حسب الخبر ويتم ضرب القوات الأوكرانية ومعدات في كورس في حدود سومي وعمق سومي أيضا تحاول القوات الأوكرانية التخفي وسط لشجار كسفة في كورس لكن يتم رصدها وضربها إذن لماذا الجيش الروسي لا يهاجم ويستعيد أراضيه السبب هو الرغبة باستنزاف القوات الأوكرانية وأسلحتها إلى أقصى حد في كورس وفي سومي بأقل الخسائر ماذا لو قررت القيادة الأوكرانية لانسحب من كورس لتفادي الخسائر الضخمة هذا مستبعد في عقلية الرئيس دينيسكي وتبقى فضيحة كبيرة وقال قواته أيضا تبقى فضيحة ولكن إذا حدثت الحكم القوات الروسية هذه ما في سومي وسيكونوا المقبلين على مواصلة القتال واستبرار الخسائر بنفس المستوى الذي عليه في كورس طيب من جهة أوكرانيا عملت إيه وقع الرئيس أوكرانيا ورئيس وزراء إيرلندا اتفاقية بشأن الدعم والتعاون بين البلدين وقاة إيرلندا اتفاقية بشأن الدعم والتعاون بين البلدين وقال رئيس الوزراء الإيرلندي سيمون هاريس خلال زيارته إلى كييف أن بلاده ستقص ستة وتلاتين مليون يورو لكييف لتلبية الاحتياجات الإنسانية وفي جميع في اجتماع مع رئيس بولاديمير زينيسكي ناقش الرئيس الحكومة الإيرلندية دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا وفاق انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي كل ما يقول لك أنا هبط الحرب يقول له هنضموك الاتحاد الأوروبي وقال سيمون هاريس يسعدنا جدا أن تتاح لي الفرصة تقديم ستة وتلاتين مليون يورو إضافية وبالأمس الولايات المتحدة هاتمائتين وخمسين ألف مليون دولار فهنا الجماعة يعني كل ما أوكرانيا عدد بط الحرب يدوها فلوس ويدوها سلاح لأنه شايفين هزيمة أوكرانيا وهزيمة الغرب ويقول لك هذا المبلغ سيساعد في دعم العديد من المشاريع في هذا البلد وكذلك من خلال التعاون مع اليونسيف ومساعد الأطفال كما أعرف الرئيس الوزراء لأيرلندا على سعادته بتوقيع اتفاقية الدعم والتعاون بين أوكرانيا وإيرلندا وبدوره وشعر الرئيس الأوكراني لأنه منذ بداية الحرب الشاملة قدمت إيرلندا لأيرلندا دعمها بقيمة ربعمائة مليون يورو وشكرا لإيرلندا على العمل المشترك في إزالة الإلغام في الأراضي الأوكرانية ده اتفاق بين أيرلندا وأوكرانيا طيب لماذا الولايات المتحدة بتجدب كل هذه الهداث قال وزير الدفاع الأمريكي علينا زيادة دعمين لأوكرانيا بسرعة فلم تكن أوكرانيا حرة فإن العالم لن يكون أمنا وكاية واشنطن قدمت أربعة مليارات دولار من المساعدات العسكرية ويعتبرها عزيمة أوكرانيا هي عزيمة أمريكا ولن تقتقف الحرب إلا إذا انتهت الانتخابات الأمريكية لو فازل ترامب هتنتهي ما فازش برضها تنتهي لأني خلاص هم عايزين يعني كاميلي هارس تنجح وبعد كده ربينا يحلها الحلال تحياتي لكم اشتركوا بالقناة نحن لكم كل جديد محدثكم زريف الأديب تحياتي